السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارح سمينا طبعا مع بعض القرارات الوزير ان هو هيجي الموضوع البحث اللي مطلوب من كل طالب لحد ما يدرسه الى 15-23-20 فالنهاردة جمعت لكم الوحديات اللي مطلوب من كل طالب وطالبها ان هم يذكرونهم عشان يقدر يعمل موضوع البحث وهفهمكم دلوقتي ايه موضوع المواصل الالكترونية بالنسبة للفرسترير بريباناتوري اللي هو الصف الاول الاعدادي مطلوب منه ان هو يكون مذاكر وشابتر 1 وشابتر 2 في الستوري طيب بالنسبة بقى الموضوع المنصة ده ان احنا كلنا متلغبطين فيه مش فاهمين يعني ايه المنصة دي عبارة عن فصول دراسية بس عموجودة على النت كل معلم مسؤول عن الطلاب بتوعه لكم بيدا يدرسلهم في المدرسة هيبقى ليه هو ايميل على المنصة دي وكل طالب هيعمل ايميل وانا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو حي بحيث ان انت تبقى قاعد شايف خطوات دخولك على المنصة التعليمية وازاي هتخلي ابنك او بنتك يسجلوا اسموهم على المنصة الإلكترونية وهتلاقي نفسك ان انت جوه المدرس بتاعك اللي هو كان بيدرس لابنك لان هو مطلوه هيديك الكود بتاع الانجليزي والكود بتاع كل مادة دراسية كل معلم مننا هنبعثوا ان شاء الله لولادكو عن طريق المنصة ديت وده لازم يكون من بعد ما ذكرنا الاربع وحدات دول وخلصنا الشبطرين بتوع الستوري عشان البحث مش عبارة تكتبوا خلاص لا دي اسئلة همطلوب من الطالب ان هو يجاوبها على هيئة بحث ملناش دعوة بقى بلي بيحصل في المكاتب دلوقتي لاني جالنا تعليمات من التوجيه عن طريق الوزارة ان في بعض المواقع على الفيس وبعد المواقع على الواتس عمالة تقولي ازاي تعمل البحث اسهل طريق العمل البحث لغاية دلوقتي المنصة لسه مقفولة وهو ده كله فابركة وده كله بيتحكوا عليكم محدش ينسقوا راهم لان المدرس هو اللي مطلوب منه نرجع له لان المدرس هو اللي هيوجه الطالب او مجموعة من الطلبة عشان يعمله البحث عن طريق الاسئلة لهتسئله على المنصة الالكترونية من خلال تواصل المعلم مع الطلاب على المنصة الالكترونية وانا اعمالكو في اخر الفيديو ان شاء الله نستفضلنا شهر كامل هنقعد فيه مع بعض نخلص يونت سيفن وايت وناين وتن بالنسبة ليه فرستير بربراتوري وبرضه الوقتي هقول بالنسبة ساكندير برضه مطلوب منهم ايه هنقعد نرجع فيهم على الفور يونتس دول وعلى شابتر وان وشابتر تو عشان نكون متمكنين من البحث ان احنا لما يجينا الاسئلة على المنصة نعرف نعمل البحث واحنا حافظين كل يونت بالنسبة بقى الساكندير بربراتوري مطلوب مننا ايه بقى يونت 10 نكون حافظينه a working life يونت 11 how to do well يونت 11 قلناه خلاص how to do well يونت 12 hobbies and crafts يونت 13 an interesting trip يونت 10 schools around world listen 1 و 2 بس بالنسبة للشابترز هنقعد شابتر 1 وشابتر 2 مش هنكمل بعيد الشبات ننفذ شابترين دول بس ده بالنسبة لساكندير بربراتوري بربراتي كده سنة اولة وسنة تانية مطلوب منهم انهم يكونوا مخلاصين يونت سيدي والتو شابترز دول عشان يكونوا مستعدين باذن الله للدخول للمنصة وعمل الابحاث المطلوبة منهم عن طريق اسئلة توجه لهم على المنصة مع اتصال المعلم ما نسمعش اي كلام حد خارجي لان المعلم هو اللي هيقيم الابحاث دي والمعين هو اللي هيوجه الولاد للبحث اللي هيعملوه سواء الطالب لوحده او مجموعة لا تزيد على الخمس طلاب مع بعضيهم فانا معاكم ان شاء الله بإذن الله طول شهر 4 تواصله معي عشان اعرفكم عن طريق فيديو ازاي هنخش على المنصة وازاي هنسجل ايمانات ولادنا وازاي هتواصل المدرس مع الطلاب بتوله عن طريق الاكواب بتاعت كل مادة وربنا معاكم ان شاء الله وما تسمعوش كلام اي حد غير اللي يكون مدرس متخصص